حب الجزائر حب الجزائر لخف القلوب علامات مهما تداري يا غالي هتفضحك علامات إن قلت ولا ما قلتش إن قلت ولا ما قلتش جوه العيون حكايات وفي حب الجزائر هحكي حكاية من حكايات عن قرم وشهامة شعب لخف التاريخ حكايات شعب ضحى بدمه في أروع البطولات لجل تعيش بلاده مرفوعة الهامات يم الشهيد فرحي يم الشهيد فرحي والله والله الشهيد ما مات دوهب بلاده حياه وصعد إلى جنات وسب وراه العزة وسب وراه العزة والفخر والحكايات وجيل على عهد مكمل ورافع الرأيات حب الجزائر حب الجزائر لو في القلوب علامات مهما الدار يا غالي هتكشفك علامات ده شعب حر أصيل ده شعب حر أصيل ولو في التاريخ حكايات والجزائر دايما سند والجزائر دايما سند في الشدة والأزمات إن جار عليك الزمن تلاقيها في النكبات حائط صد منيع حائط صد منيع لها في التاريخ علامات إن قلت ولا ما قلتش في كتب التاريخ حكايات والصقر حر طليق ما توقفوش عقبات عايش طريق في البر ما بيحسب الحسابات لا يهمه من اللي قال ولا تشغل الحورات لا يهمه من اللي قال ولا تشغل الحورات واليوم غلط معاه حرص من النهايات حرص من النهايات السلام عليكم ورحمة الله في ذكر انتصارات أكتوبر المجيدة نوجه التحية لروح شهدائنا الأبطال وما ننساش ولا يجب أن ننسى كل الشهداء من الدول اللي شاركت معانا وكانت شريك معانا في حرب أكتوبر لأن حرب أكتوبر ما كانتش حرب شعب ولا حرب دولة كانت حرب قرامة أمة ودول كتير شاركت معانا فيها فبنوجه التحية لروح كل الشهداء اللي شاركوا معانا في حرب تحرير سيناء حرب أكتوبر المجيدة وطبعا بالمناسبة دي هفتكر ان احنا قعدنا حوالي أكتر من 30 سنة ما كنا نعرف حاجة عن حرب أكتوبر أو نسمع تفاصيل عنها وكانت من المواضيع اللي هي يعني مغلفة ما حدش عرف تفاصيل فيها أكتر حاجة كنا نعرفها كانت اطلع الجوية وطلع الجوية اللي فتحت باب الحرية كانت أغنية وكانت مغلفها الشاعر عبدالسلام أمين وكان ملحانها عمار الشريعي فكانت كل سنة نسمع أول طلعة جوية قال لي بعد الطلعة الجوية ما كنا نعرف حاجة تانية خالص ما كانش فيه انترنت ما كانش فيه غير التلفزيون والتلفزيون ما كانش ليزيع أي أخبار غير الطلعة الجوية ما كانش فيه طبعا لمضرعات ولا مشاة ولا أي حاجة ولا تعرف أي حاجة غير الطلعة الجوية وبعدين بعد أربعين سنة لما عرفنا بقى التفاصيل وابتدت الأمور تبان وعرفنا أن فيه دول كمان كانت مشاركة معنا فبنوجه التحية للجزائر وكل الدول اللي كانت مشاركة معنا السودان السعودية كانت لها مساهمات دول كتيرة شاركت معنا يعني أحقاقا للحق ذكر دول دي كلها الرئيس عبدالفتاح السيسي في أول ما تولى الحكم في مصر ذكر كل الدول اللي شاركت معنا في حرب الكوبر وحتى وجه الدعوة للرئيس البشير قبل التنحي وجهه الدعوة وجاء مصر وكرموا وخذ خلادة وسام النيل من الدرجة الأولى لأن البشير كان وقتها كان زابط في الجيش وكان موجود في الخطوط الأمامية في حرب أكتوبر مع فرقة من السودان حسب ما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي وطبعا الراجل كان رئيس من خبرات حربية فعنده كل المعلومات فأحنا نوجه التحية لكل الدول اللي شاركت معنا ما نفعش في المناسبة زي دي أن نحتفل بالذكرى أكتوبر وننسى شهداء الجزائر وننسى الدول اللي وقفت معنا والدول اللي كانت مساهمة معنا واللي شاركت معنا وبالمناسبة دي أنا كتبت حاجة اللي هي سمعتوها فتعتبر قصيدة بالعامية دي هدية أو تحية لروح الشهداء سواء من الجزائر وكل الشهداء عامة بمناسبة بمناسبة احتفالات بذكرى أكتوبر بشكر كمان الزوجة ديالي أن هي شاركتني في الإلقاء لما لقيتني بسجل قالت لي أجرب التسجيل معك ولقيت أن يعني يعني في الإلقاء يعني مميزة فخلتها شاركت معي في الإلقاء وبشكركم كثيرا وإن شاء الله نتقابل في المرات القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر